يبدو أن الرغبة بحيازة الدين الأمريكي ما تزال فاعلة وكذلك جاذبة للعديد من الدول حول العالم. ولكنها غير جاذبة لدول أخرى. أو لربما تلعب السياسة دورا في تخفيف الحيازة من السندات الأمريكية. لاحظنا الصين في الآون الأخيرة بدأت بالتخفيف. بينما تبقى اليابان هي الحائز الأكبر على الدين الأمريكي. عربيا أيضا نجد أن السعودية هي التي تحوز على النسبة الأكبر بين جموع الدول العربية. إجمال الدين الأمريكي يصل في يوليو إلى 7 تريليون و650 مليار دولار. طبعا عن طريق إصدار السندات أو سندات الخزانة الأمريكية. بنسبة ارتفاع تصل إلى 1.2%. لماذا هذه الإصدارات زادت؟ لأنه كان في عليها طلب. وخاصة اليابان الحائز الأكبر تصل حيازتها اليوم إلى قرابة أو حتى في يوليو. إلى قرابة تريليون و110 مليارات دولار. ورفعت الحيازة بـ 1 في المئة. بينما تخلت الصين عن 2 في المئة من حيازتها. وباعت كمية جيدة منها. وحاليا هي أقل من التريليون دولار بحدوث 822 مليار دولار. بريطانيا خففت حيازتها بـ 2 في المئة. أذكر أن أحيانا تلجأ الدول إلى تخفيف الحيازة. ليس لسبب سياسي. وإنما أيضا لحاجتها للحصول على سيولة. وخاصة إذا كان السبب اقتصادي بعد. المملكة المتحدة اليوم تحوز على 662 مليار دولار. بحسب التقارير الأخيرة في يوليو. لوكسنبرغ رفعتها إلى 5 في المئة. مقارنة بيونيو إلى 350 مليار دولار. وبلجيكا خففتها بـ 4 في المئة. نذهب إلى السوق العربي أو المنطقة العربية. وحيازتها من السندات الأمريكية أو الدين الأمريكي. تبقى السعودية المحتفظة بالنسبة الأكبر. مجمل الحيازة يصل إلى 256 مليار و 600 مليون دولار. حتى يوليو ارتفعت الحيازة 1 في المئة بالمجمل. ومقدار الزيادة كانت بحدوث 3 مليارات و 100 مليون دولار. تتوزع الحيازة كالتالي. طبعا تستأثر السعودية على النسبة الأكبر. 43 في المئة. تليها الإمارات 25 في المئة. الكويت 16 في المئة. العراق تشتري من الدين الأمريكي 13 في المئة. المغرب 2 في المئة. ومصر 1 في المئة. لربما يستغرب البعض. لماذا دول تلجأ إلى الاقتراض؟. وفي ذات الوقت هي تقترد ديون دول أخرى. لأن هذا يعتبر ركيزة مهمة جدا. تدعم القوة المركزية للبنوك في الكثير من الدول. عندما يكون السند الأمريكي موجود ضمن الاحتياطيات. لكن بالنسبة للسعودية. هل رفعت حيازتها؟. نعم. رفعتها بواحد في المئة. وكانت هذه أول ارتفاع في الحيازة في أربعة أشهر. لأنه كانت محتفظة بالمستوىات السابقة. أو قامت بتخفيف الحيازة في وقت سابق. تصل اليوم إلى 109 مليارات و200 مليون دولار. الإمارات الثانية خففت الحيازة بحدود نصف النقطة المئوية. وهذا الثالث تخفيف لثالث شهر على التوالي بالنسبة للإمارات. الكويت 5% رفعتها. العراق خفضتها 1% المغرب. خفف الحيازة 2% من مجمل الدين الأمريكي. ويظهر لدينا الأرقام بأنها بالفعل تتركز للسعودية أكثر. ما الذي يلعب دور أيضا في عملية الاحتفاظ بالسندات الأمريكية لجانب العوامل الأخرى؟ أو أن تكون مغرية لدينا أو طاردة؟ نتحدث عن ترقب لقرار الفيدرالي في العشرين من سبتمبر. احتمالات تثبيت معدلات الفائدة ستكون 99%. ماذا عن عوائد سندات الخزانة لأجل عشر سنوات؟ وعادة هي من تقتنيها الدول. ولكن حتى هذه الدول تقتني سندات الثلاثين عام كأبعد تقدير. لدينا نحن نقترب من تسجيل مستويات العائد عند أعلى مستوياتها تقريبا منذ نوفمبر من العام 2022. إذن كانت هذه مجمل التغيرات التي طرأت على حيازة الدين الأمريكي في شهر يوليو. ترجمة نانسي قنقر